السلام عليكم طلبتنا العزاء نكمل شرحات مادة التحليل الرياضي لطلبة المرحلة الثالثة لا تنسى الاشتراك بالقناة التفعيل الجرس ولا تبخل علينا بلايك. بسألت لهذه المحاضرة الى الفضاء الجزئي. الفضاء المتري الجزئي. لو كان عندي فضاء اكس معدي فضاء متري. عندي اس هي مجموعة جزئية من هذا الفضاء اللي هو اكس. الاس اسميها سكولد متري فضاء متري جزئي من اكس. اذا كانت المجموعة اس مع هاي المسافة تحقق للشروط الاربع. يلا اسميها فضاء جزئي. مثال اذا كانت عند الار مع مع المسافة الاعتيادية اللي هي هي القيمة المطلقة اكس ناقص واي. هتكون كيو هي شنو فضاء جزئي لانتحقق الشروط الاربع على هذه المسافة. مثال اخر اذا كانت مجموعة اس هي عبارة عن زوج مرتب اكس واي والاكس ياخذ قيم اما صفر اما موجب. هتكون ايضا فضاء جزئي من الار تربيع مع المسافة الاعتيادية. وهكذا باقي الامثلة. اهمش انه عندي المجموعة الزغيرة اللي هي الاس مع المسافة نفسها تحقق للشروط الاربع. اخي التعريف لاخ. الاوبن بول والديسك. الكرة المفتوحة والقرص. اقع عندي اكس مع الدي هو فضاء ما تري. عندي اكس هي نقطة تنتمي لهذا الفضاء والار قيمة موجبة. عندي الكرة الكرة شنو تعريفها? هي الكرة حتكون اكس بار. اللي هو نصف القطر. فهنا سرعا نتعرف عليه. هي الواي اللي موجود بالاكس. الكرة مركزها اكس نصف قطرها ار. هي الواي اللي تنتمي للاكس كل الواي. بحيث ان المسافة ما بين اكس واي اقل من نصف القطر ار. اسميها اذا تحقق لهذا الشكل اسميها اوبن بول كرة مفتوحة. بحيث ان الاكس هو السنتر المركز والار هو النصف القطر. اذا حصلت اه اريد حصلة القرص. رحيكون شنو? فقط مساواة. نفس التعريف لكن شنو مساواة. لو ردت ارسمي يعني. هذه تكون هذه اي مجموعة مهما كانت. فاذا اريد اجد يا هو اكيد انها عندي نقطة اسمها اكس. وعندي نصف قطر اللي هو الار. فدي يكون قيمة اما ما كانت المهم. عندي واي هنا واي وان واي تو الى اخره. هذه المسافة الموجودة هنا لازمش تكون اقل مين من نصف القطر. اذا اكثر ولا اقل. وبالاخر انه لازمش تكون اما اقل او ايضا المساواة هادي ماكو اي شكل. اخذ امثلة. مثلا الار. الفضاء الار مع المسافة الاعتيادية. شنو شكل الكرات المفتوحة وشنو شكل القرص. حسب التعريف امش. بالاعداد الحقيقية انا همشي عندي اعرف المسافة. المسافة هي اللي هي اكس ناقص واي. بالبداية اجد يا هي الكرة مركزة اكس نصف قطرها ار. حسب التعريف هي الواي تنتمي لل اكس اللي هو الار بدلالته. يعني انا كتبت هنا تعريف مين من الكرة. هسا اجعها طابقة. الواي اللي تنتمي لل اكس اللي تنتمي للار احنا عندي. المسافة شنو هي مطلق واي ناقص اكس اكس ناقص واي لان هي ابدالية. بس بدلت لغاية. اقل من ار. هذه قيمة مطلقة. واقل قيمة مطلقة واقل. اقدر اعرفها. انه تحت القيمة المطلقة ما بين موجب وما بين سالب. واي ناقص اكس. هذا السالب اكس. انقل للطرفين باضافة النظير. راح يكون انا اريد قيمة الواي اهم شي عندان. فسويت هذه الخطوات. فحتكون الواي هي ما بين اكس زائد ار واكس ناقص ار. وهي عبارة عن شنو بالاعداد الحقيقية تمثل فترات مفتوحة لان هنا ما عندي اه ما عندي مساواة بالمتراجع. راح تكون عبارة عن فترة مفتوحة. الكرات المفتوحة الاوبن بول بالار هي اوبن انتروفول. لكن المسافة الاعتيادية خلنا نتذكر. لا ننساه لان لو غير المسافة هتطلع لغير اشياء. فانا همشي المسافة. الار مع اليوجول مع المسافة الاعتيادية. شكل الكرات هي اوبن انتروفول. فترات مفتوحة. وبالنسبة للقرص. راح يكون بنفس المفهوم. لكن شنو يكون هنا اكو مساواة بالمتراجع. مساواة. اذا راح يكون هو عبارة عن شنو فترة مغلقة. اذا شكل الكرات بالار اوبن انتروفول. فترات مفتوحة. وشكل القرص فترات مغلق. اخذ مثال تطبيقي. ايضا مسافة الاعتيادية. يجد الكرة اللي مركزها سالب اثنين نصف قطرها اربعة. والقرص اللي مركزها صفر ونصف قطرها عشرة. بالفضاء الار مع الوجوال. بتتبع الخطوات. الكرة سالب اثنين باربعة. هتكون الواي تنتمي للار بحيث المسافة اقل من ار. الواي هي قيمة انا اريدها. والاكس سالب اثنين والار اربعة. شنو المسافة قيمة مطلقة. واي ناقص بالقانون والاكس قيمتها سالب. وسالب بالقانون راح اطلع لي موجب اثنين. تحت القيمة المطلقة اقل من اربعة. راح افتح القيمة المطلقة. داخل القيمة المطلقة ما بين موجب ما بين سالب. اثنين. نقولها للطرف الاخر باضافة النظير. بعد الجمع والطرح احصل ان الواي اقل من الثنين اكبر من سالب ستة عبارة عن فترة مفتوحة. لان جاي اجد الكرة. بالعداد الحقيقية. اما القرص بنفس الطريقة. حيكون انه مطلق واي ناقص صفر. هذا صفر ما الى قيمة. راح تكون فقط واي تحت القيمة المطلقة اقل من عشرة. افتح القيمة المطلقة راح تكون الواي اقل من عشرة. اقل او تساوي عشرة. اكبر او تساوي سالب عشرة. وهذه راح تكون فترة مغلقة سالب عشرة. مجب عشرة. بس هيتش. لا اكثر ولا اقل. ان شاء الله في المحاضرة الجاية. اخذ الشكل الكرة والقرص بالار تربيع. وايضا اخذ عليها مثال. والسلام.